فهذه النشرة السيد نائية جبت لكم أهم خبار الأسبوع واش الباينانس خدات لوتوريزازيون يعني الترخيص من عند المغرب اليوم كينا واحد المسألة اللي بكتنشاركها معكم اللي كتدل على ذلك بعد الفاصيل غد نترق إن شاء الله لهذا الموضوع بالحجاج أختي و أختيتي السلام عليكم معكم يونس من كريبتو بالدريجة كنتم بنا تكونوا بخير وعلى خير ويا ربي بصحة جيدة كيف ديماكن نشكر جميع الأخوات وإخوان قدام جداد لله لتحقوا بنا آآ فهذا أيام من الأخرى تنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وكذلك على نتجاه بنسبة الناس اللي يشوفوني لأول مرة تنقول لكم مرحمة بكم للقناة ديالكم كنتم لنا أن هذا المحتوى يعجبكم وأنكم تستمتعوه وكذلك تستعفدوا منه ولكن هذا هو الحال ما فيه بس أنكم تتابعوا القناة تفعلوا هذا الجرس باش ما تفوتوش الفيديوهات المقبلة إن شاء الله اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار الأبواب ديالي دائما مفتوحة يمكن لك تواصل معي ديالك تعال خاص سواء عن طريق الانستغرام أو الفيسبوك الرابط ديالي سوشال ميديا ديالي غتلقهم تحت كل فيديو اللي كان نحط في خانة الوصف كدريك تنبغي نرحب جميع الأخوات والإخوان اللي ما تمين أنهم ينضموا لنا ديالك ديالشات ديالتاليجرام اللي هو فابور فمرحبا بجميع الجروبة دا كان هدرو به على جميع المواضيع اللي كتعلقوا بالكريبتو اللي عنده شي سؤال كي يطرحها للأخوات والإخوان ثمه فمرحبا بجميع الرابط الحقيقي ديالتالجروبة هتلقوا كدريك في خانة الوصف وكيف دي ما أولي جزيكم بخير ما تنسوش أنكم تدلونا لايك وكمنتار وتبارتاجي وخصوصا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش الخبر يعمل على الجميع وربما فيها خير وعلى بركتي الله بسم الله نبدأ بالخبر المسائدي اليوم فشحالة دي كانت قناة كريبتو بالدريجة كنا نحن الصباقين في يعني في اليوتيوبر المغاربة وكدليك العرب بأننا نهضرنا على هاد تويت هذا اللي كان داره كان تقريبا خمستاش جوية كان دار واحد تويت يعني بدون يتعليق دار غير هاد ديالعينين ودار تصويرها ديالكازابلونكا تكنو بارك من بعد عرفنا يعني داس تقريبا نهار واحد وعشرين في نفس الشهر في يوليوز خرج هاد وكان هاد يعني واحد المسؤول آآ رافع المستوى في آآ بنك المغرب فهو دار هنا واحد صريح لهات الجارية هادي واكد بأن كان في المغرب تلاقى مع مسؤولين في آآ بنك المغرب وكذلك تلاقى شخصيا مع والي بنك المغرب لمدة قصيرة من بعد كنت تعرفوا راح نديما كنا نهضروا على هاد الاخبار هادي فمن بعد خرجت قريبا في آآ واحد وعشرين ديسمبر كنا نهضرنا عليها كان دار واحد الاستجواب ولا واحد تتصريح دي الوالي بانك المغرب شخصيا وقال بأن مشروع قانون استعمال العمولات مشفرة بالمغرب فهو جاهز من ثم ما كنا نهضرنا قلنا بالنسبة للمغرب فهي غير مسألة وقت بين هذا بين ما هذا القانون هذا يخرج اوفيسيال اليوم ما آآ كانت فاجئة اوي لدخلنا البيانانس وقلبنا هنا على يعني قاعد الاخدامي لك تقلب عليهم البيانانس في العالم كامل كان بزاف دي الدول في اوروبا في تونس كان في اسبانيا في بولونيا فكالقاو هاد الانونس هدي اللي عندها علاقة بالمغرب بالمغرب رابط يعني في الرباط فول تايم ريموت يعني خدمة اللي بغا يخدم ريموت يعني يقدر يخدم يعني في الهوم اوفيس الشي اللي حسب هاد الميتو غا يخدم كا كاستمر سبورت رجزيكم بخير ما تلفوش هتلقادي هدي في البيانانس راه كيني الناس مغاربة تابعي اللي في المغرب كيتسمو باينانس انجلز يعني هدو كل الملائكة اللي كيتتسمو ميا البيانانس ديالا كينين في العالم كامل في جميع الدول هاد الناس هدول فهم ما كيكونو متطوعين يعني ما كيتخلصوش وماشي خدامة اوفيسيلا غير هما كيحاولو ينشروا شوية الواعي ويديروا شوية البيبليسيتي للبيانانس فهاد الانونس هدي فهي شي حاجة اخرى عندها تعجب علاقة يعني بشي حاجة تطوعية فهنا البيانانس فهي كتقلب على اخدامه وكتعطيه مواصفات ديالة الخدمة هدي من بينها يكون عندك مثلا يعني غدي تولي اه توصل با يعني برسائل كتابية في الشاط يعني ديالك اليوم وكذلك الناس غير بدوها عايطوا الهوتلاين غدي يكون عندك فكيف تتعرفوه لك انا عندك شي مشكل في البيانانس فانتا تدير واحد او تقول لك من هنا مثلا خمس ايام غدين تواصله بك غلقوا لك الحل انا تركي انيت هاد الاسبوع دا كنت في البداية الاسبوع صرفت شي عملة من الميتا ماسك الباينانس وما وصلت شوية هضرتي معهم دارو لي تي كي وبعد ربع ايام فهم ديك العملة اللي وحلات عندهم فهم داروها لي تصبوت معليناش فلو كومينيكيشن آآ بروسيدورس آآ قايدلاينز ان بوليسيز قوتو دا اكستراما يعني خسك تكون تاخد دام يعني باش اللي يكونوا فرحانين الريكواير منش نومو الشروط وباش تقبل لك الباينانس خسي يكون عندك عام زي يعني بلوس دي الليكس باريون سوون في الدومين دي الكاستومر سبورت آآ اولا شي دومين في بحاله فهذه المسألة دي فهي مهمة ثاني حاجة يكون عندك سترونج ابيليتي يوزين اي تي يعني باش تكون كتعرف الكمبيوتر والشي يعني كتفهم الدومين هذا ابيليتي تو مولتي تاسك وزيد 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 ووركينات آآ باينانس فهما هناك مدحور يوصون بان الشركة مزيانة وهي المستقبل وزيد 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 فالسؤال لك يطرح نفسه واش لباينانس خدات اوفيسيال من هدى المغرب واذا غير مسألة وقت بين ما يعلنوا عليها كيف تتعرفو مشروع دي القانون فهو جهيز باقي ما كين تحاجة اوفيسيال آآ إلا كان شي شاركة كالدراكة يعني احنا تنعرفو مشي غير في الاوروبة في العالم كامل شي شاركة مني كتبغي تفتح شي فرع دي نفسي دولة فهم مرة ما كيعلنوش على توتسويت حتى تلقاو يعني البلاصة فين يحلو المكتب ديالهم حتى تلقاو الخدامة كان بعض الشركة اللي هما كيقلبوا على الخدامة بروسوم وكان بعض الشركة اللي كيكلفوا شركة مختصة بشي يلقاو لهم الخدامة داك شي كيكون سكري الباينانس هنا فهي مدارش الطريق الغير مباشر فهي تتقلب على الناس مباشرة لك شي لاش خلانا نعرفو بان هات المسألة هذي ربما عندها علاقة بان اللخصة ولا الترخيص ديال منصة الباينانس في المغرب فهوارها ديجا ربما كين فهنا شي غير كان يعني غير كان اقول انا مش متأكد مية في المية وما عنديش واحد يعني دليل قاطع ولكن هاد اللي سيني هادو هاد اللي يعني هاد المؤشرات فهوما كيد للو بان اه بان صعف القديارة بينها يعني مهم كان حنا هاتش مكر هناش ان الباينانس تاخد الخصوة في المغرب باش تالاخوات والاخوان المغاربة اللي هما اه اه ان تكون عندهم داك شي كوشي واضح وبين مصطرة القانونية ما بنادم ما يبقاش خيف بكين مشاكل في البيرتو بير الناس قد اضيع لها فلوسة الناس قد تنصب عليها الى مشاكل الباينانس استخداد فالناس غير يقدروا يحولوا فلوسهم من البونوك ديريكت الباينانس والعكس يعني لك تشعلك شي ارباح تحولهم ديريكت ديالك سواء كان وإلى آخره منها كذلك غادي تردد المسألة دي الكريبتو اه يعني ربما المغرب غادي يكون اول دولة افريقية اللي كيعطي الترخيص الباينانس دي شي حاجة اللي هي بوزيتيف ومن بينك يتلك الدولار لابد اختي تاخد حقها من الكعكة يعني شوية ديال طريبة هدي رغم مفروغ منها فقولوا لي الرأي ديالكم وشكا تظنوا بان الباينانس خدا تلوتوريزازيون وعلاش حاليا ما كيقلبوا على الناس الرابط ديال هاد الخدمة هدي قنا نخليه لكم في خانة الوصف بالنسبة لاخوات والاخوان اللي مهتمين وباغين يدفعوا الطالب باش يخدموا في الباينانس فعلى رأس والعين ربما شي واحد فيهم يتقبل وغير الى تقبل ما ينساناش يتفكرنا كانت هدي النشرة لسيدنا اياه ديال كريبتو بالدريجة اليوم السبت كانت مننا عجباتكم ما تنسوش تروننا لايك وكمونتار وتبارتجيو مع الاصدقاء والاحباب باش هاد الاخباراتي تنشر ان شاء الله في الكميونيوتي ماروكين وما تنسوش كدليك تابعوا القناة الفعل وجرس كان رب لكم موعيد في الحلقة المقبلة ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم والله المعين